استنكر مواطنون وفعاليات في محافظة عجلون الرفض الرسمي لتأسيس مؤسسة إعمار عجلون معتبرين أن هذا القرار تعسفي مواطنون في عجلون كانوا قد علقوا آمالاً على المؤسسة التي ينتظر أن تسهم في معالجة مشاكل بطالة من خلال توفير مشاريع تنموية وفرص عمل لشباب المحافظة وتساءل عما يجعل الوضع في مختلفاً في عجلون عن المحافظات الأخرى كمبرر لعدم وجود مؤسسة إعمار فيها كان مبادرة من أبناء محافظة عجلون لإنشاء مؤسسة إعمار فوجئنا بالرفض وزير البلديات ندعو إلى تفهم الحكومة وتفهم الناس بأن هذا استحقاق مهم جداً واستحقاق عجلوني ووطني ومشاركة مجتمعية لا سيما أننا دائماً ننادي بالمشاركة المجتمعية للمواطنين في الخدمة التطوعية بالتأكيد وزير البلديات لا يملك ولا بأي حال لحوال صلاحية رفض ترخيص المؤسسة متى تم تقديم الطلب مكتمل الشروط والصلاحية هي تعود لمجلس الوزراء وإذا تعسف مجلس الوزراء في قراره بالرفض فيكون القرار قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العلياء شأن وشأن باقي القرارات الإدارية